موقع أنا السلافي يقدم لكم هذه المادة الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد من الآيات الكريمات التي تحدثت عن الإنفاق وثمرته قوله تعالى الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم روى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله ومن وجد الأخرى فليتعوز من الشيطان ثم قرأ الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا كما رواه الترمذي والنسائي وغيرهما فقوله تعالى الشيطان يعيدكم الفقر أن يخوفكم الفقر لتمسكوا ما بأيديكم فلا تنفقوه في مرضات الله والعياذ بالله وهذا شأن وحال البعض إذا ما حدثته نفسه بالإنفاق في سبيل الله وإخراج ما وجب عليه فضلا عما يستحب له فالشيطان يخوفه وماذا لو ارتفعت الأسعار وماذا لو حدث كذا فماذا ستفعل في تلك النفاق وهكذا يخوفه من الفقر والعياذ بالله فلا ينفق في مرضات الله الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء أي مع نهيه إياكم عن الإنفاق خشية الإملاق يأمركم بالمعاصي والمآثم والمحارم ومخالفة الخلاق قال تعالى والله يعدكم مغفرة منه وفضلا أي في مقابلة ما أمركم الشيطان بالفحشاء الله عز وجل يعيدكم مغفرة منه وفضلا وفضلا أي في مقابلة ما خوفكم الشيطان من الفقر والله واسع عليم ومن الأحاديث التي جاءت في ذلك وهي فيها من الخطر ما فيها قوله صلى الله عليه وسلم كما روي عن علي رضي الله عنه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه والواشمة والمستوشمة ومانع الصدقة والمحلل له والمحلل والمحلل له وفي رواية عن عبد الله يعني ابن مسعود آكل الربا وموكله وشاهداه إذا علماه عقوبها الممتنع من أدائها كما قال الإمام المنذري رحمه الله فهذا يبين مدى العقوبة التي تحل بهذا المسكين ألا وهي اللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل نعوذ بالله من ذلك من المواقف التي جاءت في الإنفاق وفي الإحسان أن أعربيا قصد مروان فقال له مروان ما عندنا شيء فعليك بعبد الله بن جعفر فأتى الأعربي عبد الله فأنشأ يقول أبو جعفر من أهل بيت نبوة صلاتهم للمسلمين طهور أبو جعفر ضن الأمير بما له وأنت على ما في يديك أمير أبو جعفر يا ابن الشهيد الذي له جناحان في أعلى الجنان يطير أبو جعفر ما مثلك اليوم أرتجي فلا تتركني بالفلاة أدور فقال يا أعربي سار الثقل يعني ما كان معه من المتاع ونحو ذلك تحرك ليس موجودا فعليك بالراحلة بما عليها يعني خذ هذه الراحلة بما عليها وإياك أن تخدع عن السيف فإني أخذته بألف دينار فإني أخذته بألف دينار رحمه الله وغفر له وعن قتادة قال دخلنا على الحسن وهو نائم وعند رأسه سلة فجذبناها فإذا خبز وفاكهة فجعلنا نأكل فانتبه فرآنا فسره يعني سره ذلك فتبسم وهو يقرأ أو صديقكم ثم قال لا جناح عليكم لا جناح عليكم وعن عبد الملك مولى خالد بن عبد الله قال إني لأسير بين يدي خالد بالكوفة ومعه الوجوه هذا كان أحد الأمراء يسير هذا الرجل بين يديه بالكوفة ومعه الأمراء أو معه وجوه الناس والسادة ونحو ذلك فقام إليه رجل فقال أصلح الله الأمير فوقف وكان كريما قال ما لك قال تأمر بضرب عنقي سبحان الله هو الذي يأتيه ويقول له اقتلني تأمر بضرب عنق قال لما قطعت طريقا قال لا قال فنزعت يدا من طاعة قال لا قال فعلا ما أضرب عنق قال الفقر والحاجة يعني لما أنا فيه من الفقر لماذا أعيش فقال له خالد تمنى قال ثلاثين ألفا فالتفت خالد إلى أصحابه وقال هل علمتم تاجرا ربح الغداة ما ربحت كيف ربح قال لهم نويت له مئة ألف فتمنى ثلاثين ألفا يعني كأنه يقول له أنت مسكين أنا كنت سأعطيك بنفسي مئة ألف لكنك تمنيت ثلاثين ألفا ثم أمر له بها هكذا لم تكن الدنيا لها قدر في أيدي هؤلاء ولم تكن لها شأن ولذا ولما كانت قلوبهم غنية بالله سبحانه وتعالى سهل عليهم الإنفاق والبذل والإحسان نسأل الله عز وجل أن يرزقنا من فضله أن يستعملنا بطاعته وأن يجعلنا من المحسنين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة